اشتركوا في القناة ومن ولاه ايها الاخوة الكرام قضية القضايا فقضية ان الرؤية بعض الناس بتعتقد انها اذا فسرت خطأ تقع ولذلك العنوان ما معنى الرؤية معلقة في عرقوب طائر اذا فسرت وقعت ده العنوان الكلام ده مهم جدا وانا اتكلمت فيه اكتر من مرة وطلب مني ان اسوي له فيديو بتوسع وبالتفصيل البسيط المبسط علشان نقدر نوصل للناس المعلومة صح هو صحيح ان الرؤية معلقة في عرقوب طائر اذا فسرت عند مفسر بطاقع لكن على مراد الله يعني ايه على مراد الله يعني انا النهاردة لو رحت للمفسر وفسر للرؤية وتلعت غلط من وجهة نظر الناس من خلال الحديث ده الرؤية حتى لو تفسرت غلط طاقع غلط وامرها ما طاقع بس خلي بالك وخلي بالك انت كمان المفروض احنا مطالب مننا ان احنا نروح لمفسر يشهد له بالصلاح يشهد له بالعلم تخصصه شارعيه مفسر مش اي حد برضو يعني الموضوع ده بيخليني اه اتطرق لناس انا مش عايز اتطرق لهم يا جماعة مش صارت ان حد بيطلع في التلفزيون ولا عنده قناة على اليوتيوب يبقون فسر تلت ربع اللي على الساعة الا من رحم الله ما بيفهمش حاجة في تفسير احلام انا عارف ان بعض الناس ممكن تقولين انت متكبر انت متعجرف اقول قسم بالله انا بتكلم من خلال العلم اللي انا درسته انا خريب كله شارع وقانونك اسمه شرعة اسلامية ورجل خطيب مسجد اكتر من عشرين سنة من سنة الفين لحد الفين اتنين وعشرين تطوعي لله ومتبحر في الدين بفضل الله بحاول اثقف نفسي على قد ما اقدر كمان بخلاف التخصص فالاصل يا جماعة الخير في المفسر يكون عنده خلفية شرعية مش لمجرد شهرته يا جماعة ده في اي مجال على فكرة فيه ناس بتبقى عاملة مطاعم واخدى شهرة عالمية وتروحي تاكرتي بيقرفانة من الاكل بيعصر ولا بيعصرش بتروح تدخل الكافي ده وعنده فينجان القهوة معفن وفي ناس تلاقيها سبحان الله العظيم انضاء مطاعم اكل فيه عشرة العشرة ومش مشهورية فالشهرة مش كل حاجة في تفسير الاحلام الشهرة مش كل حاجة طبعا بعض الناس يقول لك انت زعنام اللي بتطعف في التلفزيون الحمد لله عندي برنامج في التلفزيون وشغال بالاكتر من 3-4 سنين وإلى الآن شغال وعندي سلاد اشتاقتني شغال في التلفزيون لحد ما يتوفاني الله سبحان الله تعالى فالقضية مش انت بتغيق لا عندي برنامج في التلفزيون وقناتي بفضل الله من اكبر القنوات الموجودة بس مش ده الاصل مش الشهرة هي اللي تعمل ان احنا خلانيجي على الناس وانا بزعل والله العظيم لما بشوف الناس بتجري علينا يا اخوانا تحروا المفسر تحروا المفسر روحوا المفسر تحسوا انه بيفهم في تفسير الاحلام مش انه مشهور فقضية ان انا اشوف رؤية واجري على مفسر غلط انا اخطأت في البداية هيديني تفسير غلط هعيش بقى في نكد وغم بسبب ايه ام التفسير الغلط ده فانا بطمينكم انا بطمينكم الرؤية لو فسرت خطأ لا تقع بس خلي بالك انتم مقصرين وتقصيرك ده جي على دماغك انه هو قال لك المعنى سيء فانت خدت المعنى وبدأت تتعايش مع انت السبب انت اللي عملت في نفسك كده لكن انا ده الوقت طالع لشان اطمينكم ان الرؤية اذا فسرت خطأ لا تقع ما الدليل ما استلت برضو في الفيديوهات اللي قبل كده في الموضوع ده على التليفون بقول ان ده تليفون انا شفت رؤية معناها ان هيجي لي تليفون هيجي لي تليفون عباد رب مثال مش هيجي لي كوب مش هيجي لي كوب فروحت المفصل غلط قال انت ربنا هيرزق هيرزقك بكوب مع ان انت ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بتليفون هل هيجي لي الكوب ولا هيجي لي التليفون هيجي لي التليفون بس لما تروح للمفتر صح ويفصلها لك صح لان الرؤية ربنا سبحانه وتعالى عايز يجيب بص افهموا عايز يجيب لكو تليفون الرؤية معناها هيجي لك تليفون ربنا عايز ده هل كرام ربنا هيتغير وكلام المفتر هو اللي هيتحقق ويجي لك كوب من الشاي مثلا لا يبقى الرؤية اذا فسرت خطأ لا تقع الا على مراض الله ولكن بشرط اذا فسرت صح اتنين كن ان انت بتعيش الام نفسية بسبب ان الرؤية تفسرت غلط انت السبب لان انت ما تحرطش المفسر الصح يا رب يكون الفيديو ده انا عملت اكتر من مرة يا رب تكون المعلومة وصلت تحر المفسر الصح تازلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته